السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله أبنائي وأبناتي مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الرابع ابتدائي نستكمل سويا درس الخلايا ونشاهد ما هي تكملة الوظائف الخمس للمخلوقات الحية الوحدة الأولى لدينا فصلان الفصل الأول ممالك المخلوقات الحية الفصل الثاني المملكة الحيوانية الفصل الأول لدينا درسان يتكلم عن الفكرة العامة ما المخلوقات الحية وكيف تصنف ولذلك يقسم في درسين الدرس الأول كيف تنظم المخلوقات الحية الدرس الثاني كيف تصنف المخلوقات الحية كيف نصنفها ما هي مفردات هذا الفصل؟ ذكرنا أن كل فصل يحتوي على مفردات رئيسية تشمل الدرسين المفردات هنا الخلية وتعرفنا عليها في الحصة الماضية ذكرنا هي وحدة بناء المخلوقات الحية مجموعة هذه الخلايا تكون لنا النسيج مجموعة خلايا متشابهة تقوم بوظيفة محددة تكون لنا النسيج مجموعة هذه الأنسجة تكون لنا العضو مثل القلب المعدة المريء البنكرياس العين جميعها أعضاء مجموعة هذه الأعضاء تتأذر تكون وظيفة محددة وتنتج لنا ويتكون منها جهاز مجموعة هذه الأجهزة تكون المخلوق الحي فلدينا الجهاز التنفسي لدينا الجهاز الهضمي الجهاز البولي جميعها أجهزة كل جهاز يقوم بوظيفة محددة ويحتوي على عدة أعضاء الصفة خاصية تميز كل مخلوق عن الآخر تميزه بصفة محددة كذلك المملكة هي مجموعة هي أكبر الممالك التي تحتوي على مجموعة كبيرة من المخلوقات الحية وأخيرا الوراثة هي انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء الدرس الأول نسترجع ما هو السؤال الأساسي كيف تنظم المخلوقات الحية ما هي المفردات الخلية وتعرفنا عليها في الحصة الماضية الأكسجين كذلك تعرفنا عليه في الحصة الماضية وهو غاز أحد الغازات التي تحتاجها جميع المخلوقات الحية من عجل التنفس فنحن نتنفس الأكسجين النسيج أحسنتم هو مجموعة من الخلايا المتشابهة والعضو أيضا مجموعة من الأنسجة تقوم بوظيفة محددة الجهاز الحيوي هو مجموعة من الأعضاء تتآذر سويا لتقوم بوظيفة محددة في هذا المخلوق الوراثة انتقال الصفات الوراثية الجين ما هو الجين وما هي الصفات الوراثية وما هي الصفات المكتسبة نريد أن نتعرف عليها اليوم هل هي متشابهة أم هي مختلفة في هذا الدرس هناك مهارة محددة في القراءة هي المقارنة نريد أن نستخدم مثلا الجداول المختلفة للمقارنة أو حتى مخطط فن كهذا ليساعدنا على المقارنة لأن هناك أجزاء كثيرة سوف نقارن بها نسترجع ما هي المخلوقات الحية هي مخلوقات تنمو وتتغير وتكبر وتحتاج إلى غذاء وما وهوى لكي تعيش وذكرنا أن جميع المخلوقات الحية سواء النبات أو حتى حيوان أو حتى إنسان خلقه الله من مجموعة خلايا فالخلية هي أصغر وحدة بناء في المخلوقات الحية لذلك علينا أن نتذكر دائما أن وحدة بناء أي جسم مخلوق حي هي الخلية تعرفنا على الخصائص الخمس أو الوظائف الخمس الأساسية لأي مخلوق حي أولا التغذية لإنتاج الطاقة النمو ننمو ونتغير ونكبر التكاثر زيادة عدد أفراد هذا المخلوق الاستجابة نستجيب لي المؤثرات الخارجية أنتم الآن تستجيبون لي من خلال سماع الصوت ومشاهدتنا وأخيرا التخلص من الفضلات ولكن في حصتنا الماضية توقفنا عند هذا النشاط أملأ أو أملأ الفراغ بالمفردة العلمية المناسبة أحد مكونات الهواء الذي تحتاج إليه أغلب المخلوقات الحية سواء النباتات وحيوانات من أجل العيش هو من جميع المخلوقات الحية يحتاجه دون استثناء من هو؟ غاز مهم هو الأكسجين أحسنتم أصغر وحدة تتكون منها المخلوقات الحية وحدة بناء المخلوقات الحية نعم الخلية الوظيفة التي من خلالها تنتج المخلوقات الحية مخلوقات حية جديدة هي تعرفنا عليها في الحصة الماضية زيادة عدد الأفراد هي التكاثر أي مخلوق يقوم بالوظائف الخمس الأساسية للحياة يسمى مخلوق حي أحسنتم تعرفنا على التكاثر وذكرنا أنه في الحصة الماضية هو زيادة عدد أفراد هذا النوع من هذا المخلوق سواء فرد واحد يتكون من فرد واحد أو يشترك به أبوان وشاهدنا بعض الصور الصغار التي تنتج عن هذا المخلوق الحي ماذا تسمى؟ الصغار كهذه هنا صغير وهنا صغير وهنا صغير لهذا المخلوقات الحية ماذا تسمى؟ النسل إذن ما هو النسل؟ هي الأفراد الجديدة التي تنتج عن تكاثر المخلوقات الحية هذا النسل أو هذه الصغار تحمل صفات مشابهة لمن؟ لوالديها الأبوين عن طريق الوراثة عن طريق الوراثة هنا يشابه أبوي وهنا أيضا وهنا جميعها تشابه الأبوين لماذا؟ لأنها تنتقل عن طريق الوراثة فما هي الوراثة؟ هي انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء كلون العيون مثلا النبات أليس مخلوق حي؟ إذن أيضا حتى النبات هناك انتقال للصفات الوراثية كنبات البازل لا الوراثة يتحكم بظهور الصفات الوراثية وانتقالها بين النسل بين الأفراد مادة مادة الوراثة تسمى الجين مرة أخرى مادة الوراثة المسؤولة عن نقل الصفات من الآباء إلى الأبناء أو النسل تسمى الجين مرة أخرى الجين ما هو الجين إذن؟ هو المادة المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية كل جين مختص بصفة محددة كل جين مختص بصفة محددة مثلا لون البشرة لون العيون لون الشعر كل صفة لها جين تأملوا معي هذه الصور مخلوقات حية وصغارها هل هنا يشبه الأبوين هنا هذه هنا البطاريق أو السلحفاء أو حتى الخروف هل تشبه آبائها أم لا شاهدوا جيدا نعم هذه تسمى صفات وراثية لأنها انتقلت من الآباء إلى أحسنتم إلى النسل أو الأبناء مثلا لون الشعر لون الجلد لون العيون حتى الغمازات تعتبر صفات وراثية هدد البتلات النباتات أيضا يظهر بها الوراثة كما ذكرنا قبل قليل البتلات أيضا تعتبر صفات وراثية عدد الأرجل هنا أربعة هنا أربعة هنا أثنان الطول أيضا شكل الأذن الشكل العام حينما شاهدنا بشكل عام ذكرنا مباشرة أنها صغارها لماذا؟ لأنها تحتوي أو تجتمل على صفات وراثية إذن صفات النسل هناك نوعين من الصفات يحمل صفة الأبوين منسميها صفات موروثة أو وراثية هي الصفات التي تنتقل من جيل إلى آخر من الآباء إلى الأبناء مثل لون الشعر لون الجلد أدد الأصابع حتى فصيلة الدم كل صفة يتحكم بها جين واحد ممتاز جين واحد هل هذه فقط الصفات التي يحملها أي نسل؟ لا هناك صفات أخرى غير الصفات الوراثية صفات غير موروثة أو تسمى صفات صفات مكتسبة صفات مكتسبة ما هي الصفات المكتسبة يا ترى؟ الصفات الغير موروثة صفات غير مكتسبة غير وراثية شاهدوا هذه الصورتين تمثل ماذا؟ مبيدات حشرية للقضاء على الحشرات ولكن هذه الحشرات لا تموت جميعها لماذا يا ترى؟ هل هناك مادة جين معينة تمنعها من أو تمنع أنها تتأثر مثلا في المحيط الخارجي؟ أم هناك صفة محددة تكتسبها حتى تستطيع مقاومة الظروف الخارجية؟ وهذا ما يسمى بالصفات المكتسبة غير الموروثة أي سلوك أو مهارة يكتسبها الإنسان أو الحيوان أو حتى الحشرات عن طريق التعلم والتدريب وأيضا الممارسة خلال مراحل الحياة هذه الصفات قد تكون صفات جديدة قابلة أنها تتوارث لكن لا تأخذ من الآباء تأخذها من خلال السلوكيات المهارة الممارسة كما الآن ذكرنا أن هناك في هذا الدرس مهارة القراءة المقارنة نكتسبها من خلال التدريب والتعلم هذه المهارة أو هذه الصفة ما أهميتها لهذه المخلوقات الحية؟ وهي لا تورث ليست صفات وراثية بل هي مكتسبة قابلة أنها تورث مثل قدرة بعض الحشرات على البقاء حية بشكل طبيعي بعد أيضا معاملتها أو تعرضها لجرعة من المبيدات الحشرية الألعاب الرياضية بشتى أنواعها كرة القدم سباحة تزلج هذه المهارات هل هي وراثية اكتسبتموها من الوالدين؟ أم أنتم تعلمتموها؟ ممتاز إذن هي معها صفات غير موروثة مكتسبة شاهدوا الصورة الأخرى السيرك ألعاب السيرك هناك الأصود هناك الفيلة هذه الألعاب هل هي موروثة؟ في الأسد مثلا هل هي موجودة؟ الفيل مثلا هل هي موجودة؟ بل هي أيضا صفات مكتسبة البطاريق شاهدوا تعيش في مجموعات لماذا تعيش في مجموعات؟ هكذا تتبع بعضها بعضا بلا سبب البطاريق أين تعيش؟ شاهدوا أين تعيش؟ في القطب الشمالي مثلا في الأقطاب الباردة وبالتالي لكي تحافظ على درجة أجسامها ثابتة ولا تتأثر بالبرودة ماذا تفعل؟ تتجمع في مجموعات لتعيش لتحافظ على درجة حرارتها هذه السلوكيات تسمى صفات مكتسبة غير موروثة قابلة للتوارث ولكنها ليست وراثية إذن تعرفنا في الخصائص الخمس تعرفنا على التغذية وكذلك النمو وأيضا التكاثر تبقى لنا من؟ الاستجابة والتخلص من الفضلات ماذا يعني استجابة؟ شاهدوا هذه الصورة ماذا يعني استجابة؟ تباع الشمس ماذا يفعل؟ زهرة تباع الشمس ماذا تفعل حينما ترى الشمس؟ من اسمها تتبع ضوء الشمس إذن تستجيب للضوء الطيور تهاجر من مكان إلى آخر وفي الصباح تغرد إذن تستجيب للظروف أيضا الغزال يحرب سريعا إذا لحقه بالفهد أو أي مفترس آخر إذن المخلوقات الحية تستجيب لأن لها قدرة على التفاعل مع المحيط الخارجي خامسا شاهدوا هذه الصورة أقرأ الصورة ماذا يعني؟ حينما نمسح العراق إذن تخلص من الفضلات جميع المخلوقات الحية تتخلص من الفضلات لماذا تتخلص من الفضلات؟ لأنها مواد سامة لازم أن تخرج من الجسم جميع المخلوقات الحية تحصل على الطاقة من الغذاء الماعز يتغذى على الحشائش وبعض المخلوقات الحية تصنع غذائها بنفسها كالنباتات ولكن بعد تناول أي مخلوق حي غذائه لابد أن يتخلص من الفضلات ماذا تعلمنا هذا اليوم؟ المخلوقات الحية تنمو وتحتاج إلى الغذاء والماء والهوى لكي تعيش وجميع المخلوقات الحية تتكون من وحدة بناء أساسية هي الخلايا ما هي الوظائف الخمس الأساسية لأي مخلوق حي؟ التغذية لإنتاج الطاقة النمو والتغير التكاثر والاستجابة للظروف المحيطة والتخلص من الفضلات لدينا نشاط في الكتاب أيها مخلوق حي؟ لدينا السحلية الصخر والسيارة تعلمنا أن هناك خمس وظائف أساسية لأي مخلوق حي نريد أن نقارن مهارة القراءة نريد أن نقارن في هذه الوظائف بين الثلاث الأشياء الموجودة لدينا السحلية والصخر والسيارة أولا هل تنمو؟ من ينمو؟ السحلية؟ أم الصخر؟ أم السيارة؟ نعم فقط السحلية هل تحتاج للغذاء؟ من يحتاج غذاء السحلية؟ أم الصخر؟ أم السيارة؟ نعم السحلية تحتاج إلى غذاء والسيارة أيضا تحتاج إلى وقود حتى تتحرك أما الصخر هل الحجر أم الصخر يحتاج لغذاء لا يتغلد هل تخرج فضلات السحلية هل تخرج فضلات نعم الصخر لم نشاهد ذلك إذا ليس مخلوق حي السيارة هل تخرج فضلات نعم تخرج غازات هل تتكاثر السحلية هل تتكاثر هل يزيد عدد أفرادها نعم الصخر لا يزيد السيارة يصنع ولكنها ليست تتكاثر هل تستجيب للظروف المحيطة السحلية هل تستجيب نعم السحلية تستجيب للظروف المحيطة الصخر لا يتأثر السيارة لا تتأثر إذن السؤال هل السيارة مخلوق حي ليست مخلوق حي لأنها لا تقوم بالوظائف الخامس أما السحلية هي المخلوق الحي نشاطنا المنزلي اختبر نفسي السؤال أقارن كيف تختلف النباتات عن الحاسوب تفكير الناقد هل مهارة ركوب الخيل صفة موروثة أم صفة غير موروثة مكتسبة وأوضح الإجابة أريد أن تستمتعوا بحل هذا النشاط وتذكروا نحن مخلوقات حية ونحتاج إلى الغذاء والشرب الماء ودعمتم سالمين فمعن الله